مادة بقى بتقول إيه؟ أنا أتكلم عن هما في يعني تناولنا لهذا الأمر يجيب في ثلاث مواد المادة 14 وهأرأها بعد يزنك إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقادي محكمة الأسرة بصفته قاديا لأمور المستعجلة لاختار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تختر المرأة المراد التزوج بها يعني الزوجة الثانية بأن لديه زوجة أو زوجات أخرى وتستجعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمصول أمام القادي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمة بما فيه يعد ذلك موافقة منها على التعدد حيث يكون بهذا يكون الإعلان استوفى شكله المادة 16 إذا مصلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو وكالة خاصة يبحث معها القادي على موافقتها على التعدد من عدمه إذا رفدت الموافقة على التعدد زوجها عليها وأصر الزوجة على طلبه أنا هاختصر يحاول الآد أنه يصلح بينهم يعني يحاول أن يوفق بينهم بالضبط اللي هي الزوجة الأول فإذا أصر الطرفين وهي مش موافقة وهو عايز يجوز يكون لها للزوجة حق التطليق لها أنها تطلق حق التطليق ويحكم لها بكل حقوقها المالية المترتبة على هذا الأطلق أيها بالضبط كده القدرة ده كافية أتضالي إذا رأى الزوجة قالت أنا موافقة أن أنا أسيبه يجوز وحدة تانية مع الزام الزوج بأداء واجباته الزوجية أنا بختطف بعض الكلمات مش باخد كل نات على الزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية من تحديد مبلغ لنفقتها ولأولادها زي ما كان بيصرف وهي على زميته وحيدة ما كيش حادثين مع مع ودي مهمة جدا مع إعطاء الزوج الحق في طلب التطليق إذا الزوج أخل بالتزاماته بالتزاماته ما صرفش ما بعدش ما هو الزوجية بتاعته بطلق نفسه بس فإذا هو إذا الزوج هنا أصر أن يتجوز ما فيش مشكلة يتجوز بس بشرط إن إحنا ما يترميش أولادنا والزوجة ما تروحش تبحث في المحاكم على حقوق وتبقى مغبونة لأن الدين محبة والدين احتواء والدين مقرم المرأة ولهذا للزوجة في مشروع القانون ده في الحقيقة إحنا لا نرفض التعقل ولا نجرمه ولكن نقننه نقننه زي ما جاء في الشرق مقنن بكلمة العدل أنا عايزة بس أقول للناس عشان الكلام لا يكتزأ من صياقه ده مشروع قانون يعني إيه مشروع قانون بالبلدي يعني بيتناشف فيه في المجلس وافق عليه ستين نائب أستاذة ناشوة كنائبة مقدمة المشروع ده لسه ما طلعش للنور يعني لسه الكلام ده ما تصرحش به بقى القانون كده لا لسه ده بياخد مراحل متعددة لسه بشوية حلوين بتتناشف مع بعض وتأمله جلسات لحد ما يبقى قانون لازم الأول يدخل